بعض اللابتوبات الحديثة الموجودة في يومنا هذا لن تصدق ماذا يوجد بداخلها لاحظوا هنا عند فتح هذا اللابتوب لاحظوا لوحة الأوم كم هي سغيرة جدا يعني بأصغر من كف يدك يعني لاحظوا هنا يأتي CPU أو معالج مدمج مع اللوحة الأوم وكذلك لا يوجد على مروحة تبريد يعني هذا في اللابتوبات الحديثة التي صنعت إلى يومنا هذا سنقوم بالتحدث عن هذا اللابتوب الذي به معالج أنتل آتوم يعني ليس كل أنتل آتوم يأتي هكذا يعني بعض المعالجات أو اللابتوبات الحديثة يأتي بها أنتل آتوم تجد Z Z مثلا 83 أو 3840 يعني كلما تجد أنتل آتوم Z ووراءه رقم يعني فتوقع بأن هذا اللابتوب به لوحة أوم صغيرة يعني لاحظوا هنا يعني سنقوم بمراجعة هذا اللابتوب يعني بتجربة الشخصية معه يعني ممكن أن أقول اللابتوب يعني 5 على 10 يعني في التصفع الأنترنت يعني كالعمل أوفيس والورد وإكسل يعني يعني فهو يعني مفيد جداً لاحظ هنا لا يحتوي على مروحة يعني مشتت حراري عنه حاسي يعني لاحظ هنا اللوحة الأومية يعني صغيرة صغيرة جداً يعني لاحظ هنا عند نزع مشتت حراري يعني لا يوجد أصلاً مروحة تبريد يعني عند شرائك هذه اللابتوبات يجب أن تعريفها ماذا يوجد داخلها وماذا يعني قوتها لاحظوا هنا عند نزع هنا مشتت حراري يعني سنجد أن المعالج والبطاقة يعني الذاكرة الحية يعني هم مدمجين مع اللوحة الأوم يعني لن تستطيع تغيير المعالج أو تغيير الذاكرة الحية أو غير ذلك يعني لاحظ هنا يعني تجد هنا لوحة المفاتيح يعني متصلة مع اللوحة الأوم وكذلك هنا لاحظوا أن المعالج هو هنا يعني هذا هو المعالج في الوسط يعني هذا هو يعني يأتي ملتسق أو مدمج مع اللوحة الأوم وكذلك الرامة هنا الذاكرة الحية لاحظوا هنا وكذلك نجد القرص الصلب يعني يحتوي ممكن على 128 جيجا وكذلك لاحظ هنا بطاقة الكارت يعني الريزور الخاصة بالويفاي هذا هو هنا السي بيو يعني أنت الأوم زد 8340 أو 50 وهذه هنا يعني رقاق الذاكرة الحية وهذا هو هنا القرص الصلب يعني لاحظ هنا بأم ممسي يعني هذا ليس SSD أو NVMe وهنا لاحظ هنا بطاقة الاتصال بالشفاكة الويفي فهذا اللطوب يعني بالتجربة معه يعني هو مفيد للتصف على الأنترنت وكذلك للعمل على الأوفيس وإكسال وويرد يعني فهو يعني وكذلك الألعاب لا يحتاج إلى ألعاب قوية يعني حتى لا يسخن المعالج الذي به يعني ممكن تلعب ألعاب قديمة عليه يعني لك الاختيار في ذلك لاحظ هنا المشتة الحرارية يعني لا يوجد مروحة تبريدة يعني فتجربتي مع أنه لا يسخن يعني بمجرد أنك لن تقوم بالضغط عليه وفتح برامج كثيرة على الويندوز وبهذا نكون قد استفدتم مع هذا تجربتي مع هذا اللطوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته